اهلا بيكو في حلقة جديدة معانا من البيت الكبير البيت الكبير بيلم العيلة نتكلم معاكو عن الصحة والجمال الرياضة والفن الثقافة وكل ما يخص البيت النهاردة معانا فقرة استثنائية جدا مع حد احنا فعلا اتشرفنا ان هو يكون موجود معانا شاب بدأ الطريق من اوله بالمعنى الحرفي اشتغل في مجال الدعاية والاعلان وبدأوا من الصفر اتعلم وحاول وجرب لغاية ما وصل انه بقى صاحب وكالة اعلامية واعلانية ليها اسم في الوسط والمجال الاعلاني معانا الاستاذ محمود عمارة صاحب شركة دريم للدعاية والاعلان ووكالة دريم للدعاية والاعلان احنا هنستضيفه النهاردة علشان يحكي لنا عن مشواره وعن تجربته في المجال والسوق المصري ويعرفنا بمنتجاته اهلا بيك سوز محمود اهلا بيك في البداية كده عرفنا بنفسك مش كمحمود كحد شغال في مجال الاعلان ازاي بدأت ووصلنا الفين طبعا اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين وكل عام وانتون بخير اه وحضرتك انا بدأت في مجال الدعاية والاعلان وانا لسه بدرس اه بدأت بالضبط من حوالي 23 سنة في مجال الدعاية والاعلان اه ابتدت في مجال الدعاية والاعلان بتأسيس الشركة بشكل صغير جدا ابتدت بتأسيس الشركة على طول ولا اشتغلت بتأسيس الشركة بسجيل تجاري ببطاقة ضربية عادي على اساس ان انا حد يعني بادئ بما فيش اي مساعدة ولا في اي حاجة يعني شاب صغير بادئ راح سجل سجيل تجاري ببطاقة ضربية وراح يعمل شركة بعد ما خلص دراسة وكنت بادئ في مجال الدعاية والاعلان نفسه من قبل دراسة هو لو ما اقول انت في وقت الدراسة بقى كنت بتتعلم كنت شغيل صماعي يعني بالبلدي كده اه كنت بتتعلم هنا او هنا او بنزل بشوف او بدرس برامج او الكلام ده كله بحيث ان انا اهل نفسي اشتغلت بايدك اه اه اهل نفسي بحيث ان انا لما ابدأ اكون اه اه ادى الموضوع تمام اه بس ابتديت ان انا اه 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 معي. اه حتى ان المكان اللي كنت وقدهه كمان كنت كان عبارة عن مكان ايجار مش مكان تمليك او اي حاجة زي كده. اه بعد كده تريت ااسس لفكرة اه لقيتها يعني بتعتبر فكرة بكرة بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان لان الناس كانت بتنزل او مندوبين الشركات بينزلوا القاهرة وطبعا مشوار من العاشر من رمضان القاهرة من 23 سنة او من 20 سنة كان موضوع صعب جدا. انت فكرت توفر او تسهل على الناس الخدمات يعني على اساس ان هي مدينة صناعية وفيها خدمات او محتاجة خدمات فانت بدأت تتأسس لشغلك او تسهل على العميل في العاشر ان هو ما ينزلش القاهرة او يروح يعمل. بالضبط او. تمام. ابتديت ااسس لفكرة اسمها استلم ختمك خلال ساعة. وابتديت ان انا اهش في مجال الاختام وجبت مكنة بتصنيع مهتام. انت استلم ختمك خلال ساعة انت قبلها كان الموضوع بياخد وقت. اه لا الموضوع قبلها كان بياخد اه مش مش اقل من يومين تلاتة. يعني كان الاول ممكن اصلا عشان خاطر نعمل ختمة مسلا اه اه طبعا ما كانش فيه موضوع النت ما كانش متوفر ما كانش فيه بقى البرامج دلوقتي اللي تقدر تبعد فيها التصميم او الكلام ده كله فكلنا بنقول الختم لللي بيصنع الختمة عن طريق التليفون. نقوله اكتب كذا 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 في الختمة هو يكتب الكلام. طبعا. بعد كده ده حضرتك دي دي اول حاجة. بعد كده بقى ننزل القاهرة احنا نجمع الاختام وننزل نجيبها. ماشي بعد كده العميل يستلم فالموضوع بياخد له بتاع تلات ايام. فانا وفرت لمدينة زي مدينة العاشر من رمضان ماشي. اه بكم المصانع اللي فيها وحضرك عارف اكيد دي مدينة العاشر من رمضان تعتبر اه اول مدينة صانعية في العاشر اه في مصر مصر. فالحمد الله الفكرة لقيت نجاح جامد. ودي اللي كانت اللقطة الفصلة بالنسبة لدريم. اه اه واللي خلتنا اه الحمد الله اتقدمنا. بالنسبة ده بالنسبة لجزئية. ده البدايات والالتباع والاختام العادية جدا. والاختام العادية والبدايات. تمام. بعد كده طبعا مشينا مع الموضوع كتطوير يعني بالنسبة للسوق واحدة واحدة. فحاولنا ان احنا طبعا موضوع دخل موضوع الطباعة تطور بشكل بشكل يعني كبير. الطباعة الرقامية والديجيتال والليزر وحاجات كتير بالنسبة للطباعة. فاحنا واحدة واحدة بقينا مع كل حاجة بنواكف الزمن. اه اسسنا الصفحة اه على الفيسبوك. والصفحة دي تبتدين ان احنا نعرض المتجاب بتاعتنا عليها. والحمد لله رب العالمين الموضوع برضو لأ نجاح معنا. اه واحدة واحدة. يعني دلوقتي ما بتشتغلش في اطار العاشو من رمضان بس. لا لا. احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين شغلنا على محافظات مصر كلها. طيب. انا هسألك بس سؤال كده علشان يعني نقطة سريعة. طيب. احنا قلنا اختام واستلم ختمك خلال ساعة والتعمل كله. انا هكلمك في التليفون اذا كان عايز ختمة تعمله لي. اه لا. اه حضرتك مثلا. حضرتك مثلا. مش موضوع لي خطوات المفروض قانونية ولا هو الموضوع الاختام مش ما ما بيخضعش الحتة. لا هو الاختام طبعا اه اي ختمة اه اي ختمة عشان قطر يتعمل لي شقة قانونية عشان قطر يتعمل ما نفعش اصلا يتعمل سياريت نوضح النقطة دي. اه يعني بص حضرتك اوضح لك النقطة دي بشكل سليم. يعني فيه شغل اختام ما بيحتاجش ورق اه قانون. يعني اه اه شغل المصانع بيبقى محتاج اه اختام لتركيب كاراتين. لحاجات اه خاصة. زي وارد ختمة وارد ختمة صادر تي حاجة داخلية. دي حاجات داخلية وكلام داخلية. ده بالنسبة للشغل ده ما لهاش ورق. تمام. انما اي ختم بيبقى باسم اي شركة لازم احنا نطالع على السجيل التجاري بتقدر بيها بتوع الشركة. وده ياخد صورة منه. عشان نقدر نفذ لحظة الختم ده. اي ختمة بتاع اه مؤسسة حكومية او مدرسة او اه شركة كبيرة او كلام ده كله لازم يكون فيه تفويض من الشركة بالختم بتاع الشركة بحيث ان احنا منقدر نفذه. ده بالنسبة اه اه يعني هو اه موضوع الاختام في العموم اه مش 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 شغال معنا اوي في الانلاين زي حاجات تانية. يعني زي المطبوعات وزي اطوء من المكاتب وزي اه شغل الليزة ومجال الدعاة والاعيات. انا كنت حابب ان احنا نوضح برضو للناس. لا اي النقطة دي طبعا. يعني ايه ختمة ان انا ان انا هل انا هكلمك في التليفون او هجيلك او لك انا عايز ختم فتعمله لي وامشي في خلال ساعة. او انا في ورق لازم اقدمه او او يعني او لازم تطلبه مني. طيب. سيادتك ممكن تبقى مثلا في مدينة زي مدينة العبور او في مدينة اه اه الشروع او كلام ده كله وتعتبر المشوار بالنسبة لك للقاهرة صعب شوية. بس العشر من رمضان تعتبر. قريبة. قريبة. اه كمسافة. تمام. علشان الطريق فاضي. تمام. فحضرتك لما بتلاقي اعلان معمول او شركة بتنفذ الختم دوت في خلال ساعة. تمام. وحضرتك محتاج الختم دوت ضروري علشان خاطر تعمل به اي مصلح حكومي. او او ان انت بتقدم ورق او هتستلم شيك او كان لحضرتك بتجينا. مم. وبتقدم لنا الاوراق بتاعتك. ممشي? واحنا نبص على الاوراق وبنتطلع عليها بنتأكد ان هي بتاعت حضرتك بناخد صورة منها. وبنفذ لختم وحضرتك تستلم. لو حضرتك جيت علشان خاطر تنزل لقاهرة اعتقد ان اليوم هيضاع منك ومش تعمل حاجة. بس يعني. وممكن يعني هل انا ممكن برضو ان انا ابعت لك الورق ده مسلا على الايميل او احنا يعني بدي كلم بقعصر التكنولوجيا مقيمي. اه طبعا. على الايميل فحضرتك تنفذهولي والكلام ده كله. اه طبعا هو بص مش مش كل الحاجات اللي تنفع برضو ان هي تتبعت. مم. مشي على الواتساب او على الايميل او كلام ده كله وينفع ان هي بتعمل. ان في اختان بتبقى محتاجة ان انا يبقى معي الاصل. الاصل بتاع التفويض اللي هو محتوم. فده ينفع اه ده ما ينفعش ان هو يتعامل عن طريق اه عن طريق الانلاين او التسويق الالكتروني. انما اللي ينفع ان هو يتعامل بالطريق اللي حضرك بتقول عليها عن طريق الواتس ان حد يبعث لي بيانات بتاعة حاجات بتاع الشركة. اه هو مقاسس جوه نظام جوه شركته بحيس ان هو يوفر على نفسه الجهد برقم كارتين. اه عبارة عن فارزة عبارة عن جودة عبارة عن اي حاجة من الحاجات ديت. ماشي. اه دوت اقدر ان انا اه وبعدين هو شغل الاختام. الناس فكرها انه شغل الاختام كله انه هو عبارة عن اه بيانات بتكتب. هو في اختام اصلا حضرك بتتبيع بتبقى جهزة. يعني في ختم خالص في ختم بيبقى مكتوب عليه وارد في ختم اوريجنال في ختم بيبقى عبارة عن ارقام. يعني في ختم التركيب. انا اخدك شوائي في حتة الاخدام دي تحديدا يعني ليش. انا بشوف اختام فيها لونين اخضر وازرق احمر واخضر وحاجات كده دي. بول سيها دي تكنولوجيا مش نافحة عندنا او في مصر. بالنسبة للاختام اللي بيبقى فيها لونين. هي هناك حاجة بالاختام اللي بتيجي اصلا من بره مستوردة. بتبقى عبارة عن ان التاريخ مسلا بيبقى لون وانت حضرت مع التاريخ دوت اسم الشركة بتاعتك. هي بتبقى جاهزة من كده. يعني من بره جاهزة كده. انما عشان انا اعمل لحضرتك ختم بنفس التكنولوجيا ديت. ماشي. دي محتاجة من حضرتك تكلفة عالية. يعني الاحبار بتاعت الاختام ديت عشان خاطر حضرتك كل شوية تحبر دي ازرق وتحبر دي احمر. ولو الموضوع اختلف منك وحضرتك فيه نقطة حبر جات. هنا او هنا على الختم دوت. بوازة الدنيا. الختم كله بوازة. عشان كده الموضوع مش ناجح عندنا اول. تمام. بالنسبة للالوان بالنسبة للاختام. طيب احنا احنا كده اه اه انا فهمت منك ان انت بتشتغل اه 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 كل الورقيات او المطبعات بتاعت الشركة بما فيها الاختام. احنا حضرتك بناسس. تمام. لحضرك لو حضرك اه جاي بتقولي انا عايز افتح شركة. ماشي. انا قدر ايسس لحضرتك الشركة بتاعتك من اول كارت الشخصي بتاعك. ماشي. لحد المطبعات التجارية لحد الاعلانات بتاعتك لحد اليفطة بتاعتك. كل حاجة خاصة بدعية والاعلان. كل حاجة خاصة بدعية والاعلان بحيس ان انا اقوم لك شركتك تبقى شغالة بشكل سليم. ماشي الله. كل حاجة خاصة بدعية والاعلان. حتى بالباني اللي حضرتك عايز تحط عليها ده اسم الشخص دوت ايه او الصفات بتاعته ايه او المدير. الاطار ده محدد في 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 منطقتك اللي اليه عاشي مان тво vegan ولا انت الموضوع بالنسبة لك مفيش مشكلة في مكان اieß. بصوا حضرتك هو الاطار بالنسبة ان انا اقاسس. مفيش مشكلة ان انا اقاسس. ماشي حضرتك عن طريق الاونلين. عن طريق الصفة عن طريق الواتس SNOA حضرتك لو تطلبت conviction إن انا اسس لك الموضوع بعمل لك الموضوع عادي وبعمل لك الفواتير بتاعتك بعمل لك كل حاجة حضرتك عايزها. وببعت لحظاك البروفات بتاعتك. ماشي يا حضرك بتقول لي اوكي عليها. بعد كده حضرك بتحول لي جزء من المبلغ. ماشي انا بنافس الشغل حضرتك بقول لحظاك الشغل جاهز. حظرك عايز تيجي تستلم الشغل من عندي من من الشركة. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرك عايز نحنا نشحن لك الشغل دوت. وبرضو اهلا وسهلا بحظرك بنشحن لك الشغل. استلمت الشغل او بعتني البروفات. امام. دنيا تمام وزي بساعة بالنسبة عن نقول لك ايه ده انا الشغل جالي غير الصور جالي الشغل وما عجبنيش طيب ايه في جوز ايه بس مهمة احنا عايزين نتكلم فيها عشان خاطر نوضح للناس ايوه وبنقول للناس عايزينكو تبقوا إيجابيين معان بحيث ايه حضرتك دلوقتي انا قدمت لحضرتك منتج والمنتج ده عجبك ماشي حضرتك بتكتب فيه كل البرامج دلوقتي اللي بسواق شغل تقدر حضرتك دلوقتي تقيم المنتج دوت وتقول المنتج دوت حلو او المنتج دوت وحش او كلام ده كله حضرتك في الحالة ديت بتفيدني انا كمسوق وبتفيد الشخص اللي هيشتري من بعد وبقول لأي شخص عايز اشتري عن طريق صفحات الفيسبوك او اونلاين او كلام ده كله بقوله خش على الصفحة وشوف رأي العملاء فيها ماشي قبل اي حاجة قبل اي حاجة قبل اي حاجة قبل ما تشتري وقبل ما تعمل اي حاجة خش على الصفحة وشوف المنتجات اللي موجودة ايه ماشي جودة المنتجات ايه رأي الناس ايه لهو رفع منشورات او كلام ده كله او منتجات حضرتك خش وشوف تعليقات الناس عليها لو لقيت تعليقات دي كويسة توقع على الله لقيت التعليقات مش كويسة فانت كده اه يعني ما ينفعش تشاري من الشركة دي اشتريت منك والحاجة جات لي ومعجبتنيش او قلت ان هي زي وانا ده فعلك ده جوزة ايه اللي بيحصل اه حضرتك انا دلوقتي كشركة دعاية واعلان كبيرة عدت المرحلة ديات الحمد لله رب العالمين اه بالنسبة اه ان حد يجي يشتري مني منتج او ان الحاجة توصله غير مرضية بقول للعميل دوت بعد اذنك ماشي رجعلي الشغلة ده تاني ماشي وليك الحق ان انا ارجعلك الفلوس بتاعتك تاني وليك الحق ان انا اعيدلك الشغلة تاني ماشي فالحاجات دي كلها ماشي العميل نفسه هو اللي بيوافق على طريقة المعاملة بالنسبة لحاجة زي كي انا سي مثلا عملت الحضرتك دلوقتي حاجة مكتوبة عليها البيت الكبير طبعا والوان البيت الكبير مثلا اللونها زي ما حضرتك شايف اسود وبرتقاني خلاص فحضرتك اللون البرتقاني ده ما تلاقش ببرتقاني طلع اصفر طبعا ماشي يا حضرتك بتقولي والله اللون طلع جزا اه فبقولي حضرتك احنا احنا قسفين جدا لسياتك احنا ايدي الشغلة تاني وهو هيوصل لحضرتك انت بتبني الثقة مع العميل يعني في اللاين لانه ده هو ده مهم يعني عميل الاولاين دايما بيبقى او العميل الجديد في الاولاين بيبقى الان اصلا بص 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 حضرتك احنا الحمد لله رب العالم احنا عدنا المرحلة دية لدرجة ان في عملاء بيجوا بعد ما المنتجات بتوصلوهم بيتصلوا بينا ويقولونا احنا متشكرين احنا ما كناش متخيلين ان المنتج بالجودة ديت يعني هو المنتج اصلا على الصفحة او احنا شايفينه ماشي ما كناش متخيلين ان هو كده طلع احلى من ما احنا متخيلين الحمد لله الجزء اللي احنا بصراحة مستضيفينك عنه مش محمود بقى بتاع الدعاية والاعلام او صاحب وكالة دليم الدعاية والاعلام محمود المصنع انت قدرت ان انت بفكرك وبتطويرك لشغلك وده اللي عجبنا فعلا في الموضوع ان انت تطور فكرة الطقم المكتبي تمام لفت نظري قوي ان انت كمان الاسعار عندك منافسة قوي الحمد لله تمام انا عايزك تقول لي ده شغل اللي هو شغل الليزر الناس كتير قوي او هو تكنولوجيا حديثة بالنسبة لنا ولكن يعتبر في سوق الاعلان موجود بس انت اخدتوا السكة تانية خالص سكة الاطقم المكاتب والحاجات الخدمية اللي تبقى موجودة على المكتب انت فكرت في الفكرة دي ازاي فكرت في الفكرة دي ان انا شفت منتجات كتير بتيجي من بره مصر ماشي وبستهلك عملة صعبة والمنتجات ديت احنا سهل ان احنا نعملها وممكن نطور منها ونخليها احلى كمان من الشكل يعني منتج منتج منافس جدا الحمد لله جدا جدا بثقة لا جدا بثقة وابقول السادة المشاهدين لو صفحة فيس بوك هتظهر على الشاشة دلوقتي شرفونا وشوفوا تعليقات شوفوا تعليقات بتاعت الناس نفسها ايه على المنتجات بتاعتنا يعني خشوا على الصفحة وشوفوا تعليقات الناس نفسها ايه على المنتجات بتاعك احنا طبعا لما حبينا ان احنا نصطيفك جبنا طقم مكتب من عندك وعايزك تشرحولي كده قطع قطع وتقول لي ده ايه تمام تمام واسميحني برضو هسألك تاني طب انت بتكلم بتقول انا جودتي اعلى من المستور تمام يعني ده مش هيقشر لا ده معالج ده خشب معالج ده خشب روماني وبعدين الطبقة العالية ديت ما تعتبرش طبقة امسك القطع اه مسكها في القطع اه تمام القطع اللي في ايدي دلوقتي القطع دي عبارة عن قطع فروميتا يعني دي ما بتتقشرش دي حاجة معالجة في حاجات تانية خشب وحاجات موجودة في السوق الخشب ده عبارة عن ورق ممكن بتلبقها كده او فرق بس الناس تشوفها ايه اه الجزء دوت عبارة عن حاجة ورق ملزوء على الخشب لا ده مش ورق ملزوء على الخشب دي حاجة اصلا ما بتتقشرش ده طبقة فروميتا فروميتا مطفية ماشي ده حضرتك حاجة حتى لو نزل عليها مياه متتقصرش مع عوامل الجواب متأصرش واحنا يعني بدئين في شغل قطع المكاتب دلوقتي بقالنا حوالي خمس سنين الحمد لله رب العالمين بنفس نوع الخشب ده والجودة بتاعته مفيش عميل واحد بس قالنا ان المنتج دوت في مشكلة او ان الخشب ده في مشكلة يعني مياه وقعت على المكتب لا ولا اي مشكلة سخن بارد ولا اي مشكلة لقول الموضوع عبارة عن منديل تاني سحها خلاص الموضوع الموضوع خالص بس يعني انا هستسمحك تشرحي بقى الهوات انا هشرح لحضرتك الاول القطع اللي في ايدي القطع اللي في ايدي هي حاجة مطورة من منتجات كتير احنا عملناها بالنسبة لستندات المكاتب انا عايز بس اعرف اعرضها ازاي او الكاميرا بتاعتي تمام بص حضرتك ارفع فوق شوية بص سيادتك معظم استندات المكاتب بتلاقيها موجودة في السوق اتلاقي الاستند عبارة عن الجزء ده بس ماشي بيتكتب عليه البيانات احنا طورنا من الموضوع لان فيه ناس كتيف تبقى محتاج ان هي تحط اللوجو بتاعه بتاع شركته ازا كان شغال محامي ازا كان شغال اي مهنة من المهنة ماشي لما حضرتك بتحب تحط اللوجو دوت بتحطه في جزء هنا في الاستندات الموجود فبياخد من الاسم بيخلي شكل الاسم مش كويس او ان هو مش واخد راحته في التصميم لأ احنا عملنا جزء ده الواحده وعملنا الجزء ده الواحده بالنسبة للاستندات ماشي الاستند حجمه يعني حجمه كبير من الصغير يمكن هو العميل او المشاهدين لما يشوفوه في الشاشة يشوف حجم زي ان هو حجمه محترم جدا بيعدي السبعة وثلاثين سنتي تمام دي بالنسبة لجزء الاولاني بالنسبة للاستند طبعا الاستند ده هو تاني لما بعمل منه بيبقى متوفر منه الشكل الداهبي ده والشكل الداهبي ده والشكل تاني فضي العميل بيطلب اذا كان عايزه فضي او عايزه ده بحسب المكتب بتاعه الجزء التاني دي حاجة عبارة عن حاجة طورنا منها دي عبارة عن حاجة بحط فيها كروت الشخصية دي بتحط فيها كروت الشخصية وفي نفس الوقت عملنا فيها مكان ان حضرتك تحط فيها الاقليم بتاعتك تمام دي عبارة عن مقلمة وفي نفس الوقت حامل كروت شخصية دي طبعا مش محتاج ان هي تشريح دي عبارة عن طفاية بس في نفس الوقت عايزين نقول ان دي طفاية ماشي الناس هتقولتك دي خشب. يعني لو خشب انا لو عملت فيها حاجة. الموضوع ممكن يتحرق. هي فيها طبعة مينة عشان قطر تحمل موضوع ده. دي حاجة تانية عبارة عن حامل موبايل. حامل موبايل تحط عليه الحامل موبايل. ودي في حاجة تانية عبارة عن وراءة. دي عبارة عن وراءة بتحط فيها الوراء. وفي عندي كستر شاي. في عبارة عن اربعة كستر شاي مع بعض. وفي عندي نتيجة السنة الجديدة بتاعت عشرين واحد واحد وعشرين. ودي الملفات. اه. دي حاجة بقى خصة بالملفات. دي حاجة احنا لسه عاملناها جديدة. اه يمكن في حاجات موجودة في السوق. ماشي. بس انا بأكد للعملة لو حد لقى حاجة بنفس الجودة ديت السوق. مش هيلاقي. مش هيلاقي. مش هيلاقي. طيب انت وحنا بره وحنا تتكلم. قلت لي ان المنتج بتاعي منافس. مش هيلاقي. احنا تقفلها حتى بالجودة ديت. يعني. باكسيسوروز زي ديت. اه. بمصامير. بكلام ده كل. المنتج ده. انت قلت لي انا سعر منافس وعشان ده اخر سؤال دي. كم سعر المنتج ده? المنتج. هما سبع قطع صح? ست قطع. اه. لا هو. اه. اه. لو حضرتك حسبتها بالقطع الموضوع. لا لا يعني. يعني. انا اصبح محدد. يعني هو الواحة اتنين. ثلاثة اربعة خمسة ستة. سبعة تمانية. اه. تسعة. ماشي. اه. ورعا تسعة قطع. سعر المنافس انت كنت تكلمني. انا انا اقولها للناس. بص حضرتك. اه. انا 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 اقولها للناس. بص حضرتك. اه. في ثلاثين ثانية عشان احنا هنقفل. اه. في ثلاثين ثانية هو سعره ماتن وخمسين جنيه. بص انا عايز بس اقول لحضرتك ان احنا عاملينه كدعايا لنا. يعني احنا ما بنايجي نعمل دعايا بنعمل دعايا للمنتج. احنا المنتج دو ف�무�ت مسلا سعره هيكلفنا احنا ماتن وتمانين جنيه. لا احنا بدل ما نعمل دعايا نوزها بتلاتين جنيه. لا احنا بنحطها في المنتج دو. احنا بنقلل من ثمنه الاصلي تلاتين جنيه. وفي نفس الوقات بنزله بسعرو. بتعمل بعمل دعايا يرسي بالمنتج بتاعي بحيث نعرف المشاهدين على المنتجات بتاعتي شكرا لك ساعدنا جدا ان انت موجود معانا ربنا احنا سعداء ان انتم موجودين معانا وشفتونا وان شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة من البيت الكبير شكرا لكم